وفي ملف انضيصيلة بتصفية الحسابات السياسية تهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم الأحزاب الكردية في الاقليم باستغلال قضية الرواتب وتقديم أرقام كاذبة لتسقيط الحزب الديمقراطي انتخابية وقال محمد كريم إن بغداد تستمع لأطراف كردية تزودها بمعلومات مغلوطة ومنها الاتحاد الوطني بدرجة قليلة والجيل الجديد والاتحاد الاسلامي الكردستاني التي تزودها بمعلومات غير صحيحة حول أرقام وأعداد الموظفين وقضية الفضائيين وأضافنا تلك الأحزاب ومع اقتراب موعد انتخابات برلمان كردستان تسعى لتأخير إرسال وصرف الرواتب لغرض تحميل الحزب الديمقراطي مسؤولية الأزمة وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات باعتباره الحزب الحاكم في الاقليم اشتركوا في القناة